بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى من الله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزوارجكم الله تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السميل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموادينكم وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأصواج أمهاتهم وأن الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدن الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأمصار وبنغت القلوب الحناجر وتظنون لله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يفرم لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يصيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لئي ينفعته الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوتين منكم والقائلين لإخوانهم أنم إلينا ولا يخطون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينفرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهم الخوف سلكم كن لألسنة حدام أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحتط الله أعمالهم وكان ذلك على الله أسيرا يحسمون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شغاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يأيع رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب إن صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكم صراحا جميلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكم صراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنف منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرعتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستم كأهل من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصامرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا صوجنا لكي لا يكون على المؤمنين حرجهم في أزواج أدعي آئين في أزواج أدعي آئين إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خذوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله الذين يملغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ما كان محمد أبها أحد من رجالكم ولا يكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته لأخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤلمين رحيما تحيتهم يوم يلقوا لهم سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمناسقين ودع ذاهم وتوكل على الله ولا تقع الكافرين والمناسقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فبتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أسواجك الذي آتيت أجورا وما ملكت يمينك إما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للمليء أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أسواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزيت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ أعلمهم ولا يحسن ويرضين بما آتيتهم لكلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أسواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ديورت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام الخير وناظرين إلا أنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحبيث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أسواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان لكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واكتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احدمنوا بهدانا وإخما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبنانتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جناب يبهم ذلك أبناء أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لتغرينك والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجامرونك فيها إلا قليلا نلعونين أينما ثقفوا أخيرا لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجامرونك فيها إلا قليلا نلعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتما أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آفوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر